نروح لملف آخر وبرده نتكلم في كاس العالم للأندية وطوك طبعا زي بكتشوفنا كلنا ريال مادريد بلقب كاس العالم للأندية ده نتكلم للمرة الخمسة في التاريخ هل يستحق؟ لا يستحق ريال مادريد يستحق واحد من أفضل أندية العالم طب هل المطش كان حلو؟ المطش كان حلو جدا الهلال السعودي بصراحة عمل مباراة رائعة زي ما يتقال عليها ولا أروع نتيجة كانت كمان بتعبر عن الكلام ده لما تيجي تقول سكور خمسة تلاتة يأكد لك أن اللعب كان فيه تنفسية شديدة جدا ريال مادريد بدأ التسجيل تقريبا يا كريم في تدية 13 وبعد كده ابتدى بقى رايح جاي اللعب والتنفسية وتحس كده وانت بتتفرج مبرح أن كان فيه أمل كبير أن الهلال يكسب بالمناسبة يعني الهلال وهو بيلعب مبرح أنت كنت عندك أمل لأبعد الدقائق أنه ممكن جدا أن الهلال يحصل حاجة ويفوز ويبقى أول العالم فعلا تحية كبيرة للهلال السعودي تطوير اللي حصل في كرة القدم السعودية في العموم حاجة يعني مشرفة لنا كلنا ككرة قدم عربية فبجد برافو عليكم وحنقول مبروك عليكم اللقب وبإذن الله يبقى فيه أفضل اللي جاي وبإذن الله إحنا كنادي أهلي نتعلم من الأخطاء ونصلح أخطاءنا ونشوف إيه اللي ناقصنا ناقص اللي عندنا ونشتغل عليه إن إحنا هرجع أقول تاني حتى لو إحنا ما حققناش المرجو بس إحنا مش فكرة زعلالين منكو إحنا مش زعلالين من فريق الأول إحنا زعلالين إن إحنا كنا نص تحق أفضل من ذلك بس دي نقطة مهمة إن إحنا نفرق بينها وبين برضو الأمر الآخر دي نقطة دي تعتبر قاصب مشترك في أزهان كتير قوي من الأهلوية وفي رؤيتهم للمشاركة الأخيرة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية يعني ناس كتير شافت إن إحنا فعلا وارجع أقول لحضراتكم بناء بصفة خاصة على أول مطشين فعلا التوقعات خدتنا لأبعب كتير مني اتحقق في نهاية المطاف أكيد تاني نرجع ونقول فيه دروس وفيه ثغارات معينة لازم نقف عندها ودي برضو مش جديدة على النادي الأهلي طول عمر النادي الأهلي منين لما يعني بيكون بيشارك في أي فعالية في أي بطولة على أي مستوى سواء محلي أو إقليمي أو إفريقي أو دولي حتى في حال وجود مشكلات معينة ما بنعملش نفسنا مش يوقدين بالنا بنقف عند المشكلة ونعمل جاهدين على حلها ونعمل جاهدين على التأكد من عدم تكرار هذه المشكلة في المستقبل أمان لو ما كانش بيعملت كده النادي الأهلي كان حيحصل إزاي على كم البطولات اللي هو حصل عليها كم الدلوع وكم الكؤوس وكم الميداليات وكم النجاحات اللي موجودة في تاريخ النادي الأهلي هل نتكلم على كتاب تاريخ النادي الأهلي مكلبس يا حضرات قد كده كله نجاحات وكله انتصارات ما بتجيش الحاجات دي بشكل اعتباطي ما بتجيش بالصدفة بتيجي لأن فيه فكر منهاجي مظبوط بيمشي عليه كل شخص بيحمل شارة النادي الأهلي أيا كان موقعه إيه؟ فيه سيستم عام بيدور الأمور في النادي الأهلي وبمجابه وبناء عليه اتحققت كل الانتصارات طول السنين اللي فاتت ولسه هتتحقق المزيد من الانتصارات في الفترة اللي جاية بإذن الرحمن اشتركوا في القناة